على قدره وارتفعت مكانته عند الجميع لدرجة أن عبد الملك ابن مروان كان يبعث إليه بالرسائل ليسأله عن أمور الدين عن أمر دينه يسأله ماذا نفعل في ذلك الأمر والإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كان يسأله أيضا محمد بن الشهاب بن الزهري بيحكي موقف يدل على مكانة أو موقفين يعني يدلان على مدى رسوخ قدم عروة في العلم رضي الله تعالى عن الجميع يقول قدمت في وفد على عبد الملك ابن مروان في بلاد الشاب فيعني انتسب كل منه يعني أنت مين أنت من أنت من وابن من قبيلتك فقال أنا محمد ابن شهاب بن الزهري فيعني قيل له إن محمدا من طلبة العلم من الذين يطلبون العلم فقال له عبد الملك ابن مروان ممن تطلب العلم انت بتتعلم على يد من فذكر له على يد سليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود وعلى يد سعيد بن المسيب فقال له أين أنت من عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء يا سلام عبد الملك لما لأنه كما قلت في المحاضرة السابقة أن الجد في طلب العلمي جمع بين عبد الملك ابن مروان وعروة ابن الزبير والدليل على ذلك تلك الأمانة التي تمناها عبد الملك وعروة ابن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وكانوا معا وكل واحد يتمنى منكم أمنية وأشرت لذلك أنه عبد الملك تمنا الخلافة ويعني أصاب الخلافة عروة من العلم وأن ينقل عنه العلم فنقل عنه العلم فعبد الملك قال لمحمد بن شهاب الزهري أين أنت من عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء ابن شهاب لما عاد من بلاد الشام للمدينة المنورة قال لازمت عروة فوجدته بحر لا تكدره الدلاء ولازمته حتى مات ظل يسمع منه حتى مات ولذلك كل رواية ابن شهاب الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة يعني تسمى بالسلسلة الزهبية عند الإمام أحمد وعند الإمام إسحاق ابن راهوي كما أشرت لذلك في اللقاء السابق ابن شهاب بيحكي أيضا قال ذهبت إلى مصر لعبد العزيز بن مروان وكان وال على مصر أيام الدولة الأموية وهو والد الخليفة عمر بن عبد العزيز قدمت على مصر فلقيني إبراهيم بن قارز إبراهيم بن قارز من آئمة التابعين سمع من الإمام من سيدنا جابر من أبي هريرة من غيرهما فأيضا قال لمحمد بن شهاب الزهري يعني تلقيت العلم من فذكر فقال له أيضا يعني إلزم عروة فإنه بحر لا تكدره الدلاء إلزم عروة الخبر جاء من بلاد الشام والخبر والإيصاء جاء من مصر إذن يعني علم عروة قد شع في الآفاق لا في بلاد الحجاز فقط وإنما في الشمال في بلاد الشام في الغرب في مصر وصلت سيرته وسمعته العطرة من أنه عالم راسخ في العلم وهذا ما نقله لنا تلميذ عروة ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عن الجميع الإمام عروة تميز بالذاكرة اللاقطة الحافظة الرائعة بأنه كان من الذين يكتبون ومن أوائل من كتب أول من كتب تقريبا كما قال الإمام الواقدي أول من كتب في السير والمغازي عروة ابن الزبير فكتب يعني كتبا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغازي وعن المغازي كتب كتبا في الفقه لكن حدث له أمر أنه كان شائع في الوسط العلمي في ذلك الوقت أمر التحرج من الكتابة وأن لا يتخذ كتاب مع كتاب الله تعالى ده كان شائع ذلك الأمر أنه لا يتخذ كتاب مع كتاب الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لا تكتب عني شيئا غير القرآن من كتب شيئا فليمحوه إنما بعد ذلك تمت الكتابة وأزن النبي في الكتابة كما عشرنا لذلك في محاضرات سابقة في بداية يعني هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى فكأنه قال أن يتخذ كتابه مع كتاب الله فحرق تلك الكتب في أخريات أيابه ندي ندما شديدا على حرق تلك الكتب لدرجة أنه قال وديت أني فديت ما كتبت بأهلي ومالي دلومت أولادي وأنفقت كل أموالي في سبيل الحصول على ما كتبت لا كان الحصول على ما كتبت أغلى من المال والولد مرات أحبتي مرات نستمع لبعض الدروس التي ألقيناها من قبل من سنوات طويلة أو بعض العناصر والنقاط التي سطرناها فوالله دي حقيقة مرات أقول لست أنا الذي قلت لأنني أقول أشياء نسيتها تماما أفصل مسألة تفصيلا دقيقا وقد نسيت ذلك التفصيل تماما وكأنني أقرأ عن المسألة للتو للمرة الأولى ولذلك كثرت المتابعة والمراجعة والقراءة تجعل الإنسان دائما تذكر تجعله بعيدا عن النسيان دائما يتذكر فلما قال ما قال أنا أصدقه تماما فيما قال والسابقون قالوا يعني حياة العلم مدارسته حياة العلم يعني حضور العلم إحياء العلم تذكر العلم بالمدارسة وقالوا أيضا قيدوا العلم بالكتابة مرات تمر خواطر بأحدنا خواطر رائعة جدا فلو قام وسجلها كانت نافعة مفيدة أما إن أمهل نفسه للصباح أو إلى أن يصل من سفر فصدقوني فإنها تضيع منه ينسى ينسى تماما كمن يلقانا ويقول والله يا أخي كان لدي سؤال أريد أن أتذكره وسؤال مهم جدا وبعدين بينسى حينما يلقى الشيخ ينسى حينما يلقى الشيخ فشهد في ذلك أن الإمام عروة كان يكتب رضي الله تعالى عنه أرضاه وحرق ما كتب وندم ندما شديدا بسبب ذلك التصرف الذي وقع فيه لكن ما كتبه نقل الذين سمعوا نقلوا ذلك ويعني وجدت تلك الروايات مبسوطة في كثير من كتب الحديث من كتب المغازي والسير من كتب التفاسير كما سيرد الحديث حينما نتكلم عن عروة ابن الزبير والكتابة في التاريخ والمغازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنتقل لمحوى الرائع جدا ودائما أنا أقول كلام الإنسان يعبر عن شخصيته كلام الإنسان يعبر عن شخصيته يعني بإمكانك أنت بإمكانك أنت أن تحكمي على المتكلم إن كان محاضرا إن كان متكلما عاديا إن كان يبدي رأيه في مسألة أن نحكم على عقله وحكمته ورزانته أو على خفة عقله وضآلة فهمه من خلال الكلام كما قال أبو حنيفة لرجل تكلم حتى أعرفك من خلال الكلام أقيم نسبة الفهم والوعي عندك فكلام الإنسان دائما يدل على عقله على ثقافته على حكمته من أقوال الإمام والأقوال كما قلت تعبر عن شخصية الإنسان وأنا في الحقيقة لا أنسب ذلك القول لنفسي بل أنا فهمته من صاحب كتاب الإحياء أبي حامد الغزالي لما يعني كان يورد كثيرا من الأقوال للصالحين والسلف الطيبين كان يقول يعني حينما يورد بعض الأقوال وكل يعبر عن حاله لما أورد قولا لامرأة قالت لمالك بن دينار أو لابراهيم بن أدهم على ما أذكر يا مرائي فقال لها ما عرفني غيرك فما عرفني غيرك أبو حامد بيعلق على القول قال وكأنه كان مشغولا متهدا على نفسه بتحصيل الإخلاص والخلوص من الرياء فلما قالت له يا مرائي قال من فوره ما عرفني غيرك وكأنه كان شديد لاتهاد على نفسه ليخلص في قوله وعمله لربه سبحانه ثم عقب ذلك بقوله وكل يعبر عن حاله فالأقوال تعبر عن الأحوال